ينضم إلينا من الخرطوم مراسل الغد محيدين جبريل إذن محيدين أعمال عنف واشتباكات بولاية جنوب درفور معلومات أكثر عن الأسباب وأيضا التدعيات صباح الخير شروق الخبر الذي أوردته وكالة السودان للأنباء ربما لم تتوفر حتى الآن أي مصادر إضافية للحصول على معلومات باعتبار أن هذه المنطقة تعتبر منطقة نائية في أقليم درفور الذي تبعد حاضرته عن الخرطوم نحو 1400 كم أمدافوغ هي ولاية حدودية مع أفريقيا الوسطى ولكن تاريخ الصراع بين التعايشة والفلاتة في المنطقة هو تاريخ طويل من الأصراعات حول الأرض أو يمكن أن نقول هي دائما أصراعات تنشب بين الرعاة والمزارعين أو بعد دخول قطعان الرعاة إلى مناطق المزارعين وبعد ذلك تحدث الأحداث والاغتيالات والثأر تمتد سلسلة أثار عموما لا تخرج أسباب الصراع في المنطقة عن هذه الحيثيات ولكن حتى الآن ربما من الصعب جدا الوصول إلى المنطقة التي تعتبر منقطعة عن الاتصالات نظرا للبعد المساف وحتى عدم وجود طرق معبدة بينها وبين أقرب نقطة في شمال درفور يصلها طريق بري من الخرطوم وبالتالي تصبح الرواية الرسمية الحكومية التي توردها وكالة السودان الأنباء حول مثل هذه الأحداث هي الرواية الوحيدة التي يمكن اعتمادها بعيدا عن الوصول لأي طرف من الأطراف شروق كما أسلفت شكرا محيد دين جبريل من العاصمة السودانية الخرطومة شكرا